أعلن المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن مشاركة الوزارة في مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاستثمار في رأس المال البشري والعمل على ترسيق الهوية المصرية وكشف وزير العدل عن مشاركة وزارة العدل في إعداد محاور مبادرة بداية وذلك في إطار ما تختص به في برنامج عمل الحكومة حيث يقوم دور الوزارة على الدعوة إلى الحفاظ المقام الرفيع للقضاء ورجاله في مختلف جهاتهم وعيئاتهم والعمل على توفير كافة متطلبات أدائهم لرسالتهم السامية بهدف تحقيق العدل هذه مبادرة طيبة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحمل في طياتها دليلا حاسما على معاية سيادته للمواطن المصري والسعي نحو تدبير السم لقضاء حوائية ومصالح ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته حدف هذه المبادرة ينصب على احترامه للمواطن وعلى ضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته تقديرا منه لإنسانيته وأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها